انشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والتي تهدف الى الارتقاء بالخدمات العامة في ختام مؤتمر الشباب بأسوان الرئيس عبدالفتاح السيسي يقرر انشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد واستبعاد منطقة فورقندي في النوبة من مشروع شركة الريف المصري احتجاجات على خلفية قرار تطبيق دخول مواطني سبع دول الى الوات المتحدة والقضاء الامريكي يصدر احكاما بمنع ترحيل دين في المطارات مقتل ثلاثين مسلحا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة وعشرة مدنيين في هجوم جوي امريكي بمحافظة البيضاء وسط اليمن اهلا بكم مشاهديا كرام الى نشرة اخبارية شاملة على شاشة النيل الاخبار مرحبا بحضراتكم قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الشهري الثاني للشباب والذي عقد بأسوان استبعاد منطقة فورقندي في النوبة من مشروع شركة الريف المصري كما قرر الرئيس انشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تبلغ خمسة مليارات جنيه قررت الاتي انشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والتي تهدف الى الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير وتوفير فرص عمل والعناية بأسار النوبة باستثمارات تصل الى خمسة مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة انهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة ووادي كاركر وتخصيص وابلغ 320 مليون جنيه للانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونو 2018 لليوم الثاني على التوالي جاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال المؤتمر الوطني الدوري للشباب بمدينة أسوان مشاركة استهلها السيد الرئيس بجلسة الصعيد ما بين التحديات وأفاق التنمية والتي عرض خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الإسكان والكهرباء والتجارة والصناعة والاستثمار فضلا عن اثنين من الشباب الجهود الجارية التي تقوم بها الدولة للتغلب على التحديات التنموية التي تواجه محافظات الصعيد كما عرضوا للرؤية المستقبلية للتنمية بها وصور تعزيز الاستثمارات وجهود تطوير قطعات المختلفة هناك حيث تناولوا أيضا المشروعات الجاري تنفيذها والتي تتضمن إنشاء عدد من المدن الجديدة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة لأهل محافظات الصعيد في مجالات عديدة منها الإسكان والصرف الصحي والكهرباء وقد قام السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمداخلة خلال الجلسة أكد خلالها على أهمية زيادة الوعي لدى المواطنين بالتحديات والمشاكل القائمة والتكلفة اللازمة للتغلب عليها مهمة أوي إن احنا نشكل لدى الرأي العام في مصر إن الخدمة قد منها مقابل ولو المقابل ده مجاش الخدمة دي هتتدهور وحتمتهي الخدمة لو ما كانش يدفع لها التمن الحقيقي مش التمن المدعم مش هنقدر نكمل أنا عايز أقول دي إحنا ثقافة محتاجين دايما نشكلها وإحنا بنتكلم مع الرأي العام وقد حذر سيادته من ما سعي نشر التطرف وبث الفرقة بين أطياف الشعب المصري والترويج لانتباعات خاطئة مؤكدا أن عقد المؤتمر الوطني الدوري للشباب في الصعيد يأتي في إطار تأكيد الدولة لما تليه من آمية لتنمية الصعيد وترجمة ذلك إلى واقع ملموس أنت هنا في الصعيد حسسنا إحنا الدولة مؤثرة معك وحسسنا الدولة غفلانة عنك ده انطباع وولادنا اللي في النوبة عندوهم انطباع أن البلد سايباهم ده انطباع فلازم تكونوا متأكدين من حاجة واحدة اللقاء ده واللقاءة اللي إحنا بنعملها كل شهر الهدف منها مش ان احنا نقدم نفسينا لا لا الأدف منها ان انا بواجه أهل الشر اللي بيحاول يدوكم انطباع غير حقيب الرئيسة سيسي أيضا شارك في جلسة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد والتي تحدث خلالها عدد من المسؤولين فضلا عن عدد من شباب الصعيد حيث عرضوا التحديات المتعلقة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل التغلب على العوائق التمويل والتصويق الخاصة بها بهدف التوسع فيها وقد قام السيد الرئيس بمداخلة أكد فيها على أهمية دراسة جميع الأفكار التي تم طرحها بحيث يتم ضمان فرص ناجحها وتحويلها لمشروعات استثمارية ناجحة على أرض الواقع وفيما يتعلق بملف الصرف الصحي بالمنطقة المجاورة لمصنع كيمابي أسوان وجه سيادة الحكومة بالتواصل في أسرع وقت إلى حل حاسب لإنهاء هذه المشكلة داعينا المواطنين للاطلاع بمسؤوليتهم أتجاه الوطن وردا على مداخلة مواطنة مصرية من النوبة أكد السيد الرئيس أن النوبة جزء عزيز وغالي من أرض مصر مشيدا بما قدمه أهل النوبة من تضحيات مقدرة خلال مسيرة بناء الوطن الناس عايزة تعمل فتن للبلد ديت ودخلنا في السرعات ما لهاش لازمة وبالتالي كان لابد أن أقولي لا إحنا هنخلص كل المشاكل اللي في النوبة طب أقول لكم حاجة الكلام ده مش بدأ بي الكلام ده بدأ من قبل مني كمان ما كان في 1500 واحدة سكنية اتسلمت في 2011 زي ما أنا قلت كده إحنا نطلع نشوف اللي سكنين المصرف بتاع الكيمة تعالوا نشوف الـ 1500 قرية دول كم منهم سكن بالفعل رغم أنهم تخصصوا من 2011 هذا وقد قام السيد الرئيس عقب جلسة بتفقد مشروع إحلالي وتجديدي ورفي كفاءة محطتي معالجة مياه الصرف الصحية كما واحد واثنين بأسوان وذلك بصحبة بعض شباب أسوان المشاركين في المؤتمر وقد وجه السيد الرئيس بالإسراء في إنهاء جهود تطوير المحطتين في الموعيد المقررة كما وجه سيادته بزيادة الاعتماد على أسلوب المعالجة الثلاثية لمياه الصرف بحيث يتم الاستفادة منها في أغراض الزراعة والصناعة آية عبداللطيف بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره النيجيري جفري أونيما القضايا الإقليمية والتعاون الثنائية بين البلدين على هامش مشاركتي في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أدس أبابا وأكد شكري على دعم مصر للحكومة النيجيرية في مواجهة الجماعات الإرهابية مشددا على تقدير مصر لدور نيجيريا في حفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية بصفة عامة ومنطقة غرب إفريقيا بصفة خاصة من جانبه رحب وزير خارجية نيجيريا بالتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على توثيق العلاقات مع مصر في كافة المجالات يتواصل اليوم فتح معبر رفع في الاتجاهين اليوم الثاني على التوالي وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسير وشاهد المعبر في اليوم الأول لفتح مرور 457 مسافرا قادمين من غزة للجانب المصري ومغادرة 591 مسافرا من مصر إلى قطاع غزة هذا ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر لمدة أربعة أيام بهدف السماح لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفقا للإجراءات المتبعة تصدر اليوم محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حكمها على حازم صلاح أبو اسماعيل و17 آخرين في التهامين بحصار محكمة مدينة نصر واستعمال القوة والعنف مع أعضاء النيابة العامة كانت النيابة أسندت للمتهمين جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار المحكمة واستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد المتهمين وذلك في ديسمبر عام 2012 أصدرت محاكم أمريكية أحكاما قضائية بوقف ترحيل أشخاص والسماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة والأمر الذي يتعارض مع القرار التنفيذي والذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد شامب والذي يعلق دخول مواطني سبع دول ذات غلبية مسلمة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر كانت قضية فدرالية أمريكية عطلت جزئيا قرار ترامب في أعقاب الالتماسات القانونية التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها لاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ضد القرار إن هذا الأمر لا يمثل القيم الأمريكية على الإطلاق إن القرار الرئاسي الذي أصدره ترامب غير دستوري ويجعل مجتمعاتنا أكثر خطورة وليس أكثر أمنا هؤلاء الأشخاص من المرحلين هم من يجعلون الولايات المتحدة عظيمة إن الأشخاص الذين قدمنا التماساتنا القانونية بالإنابة عنهم قد سعادوا البلاد في جهودها بالخارج وهذه هي الأشياء التي نحتاج إلى تقطيرها كأمريكيين أعتقد أن الرئيس يحاول تقسيمنا كما أعتقد أن المواطنين الذين حضروا إلى المطار للاحتجاج والوقوف إلى جانب المرحلين يرسلون برسالة مغزاها أن هذا القرار الرئاسي لا يمثل هذا وقد شهدت عدة مطارات أمريكية مظاهرات احتجاجية تنعى خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضر دخول رعاية سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى بلاده حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات من جانبه دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره مشيرا إلى أنه ليس حضرا على دخول المسلمين احتجاجات محلية ودولية وحقوقية واسعة أثرها الأمر التنفيذي الذي أصدره رئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وتعليق السماح بدخول الزائرين القادمين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة حتى وإن كانت بحوزتهم تأشيرات دخول ويشمل القرار حضرا لمدة ثلاثة أشهر على دخول مواطني كل منه إيران والعراق والليبيا والصومال والسودان والسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة كما يجمد القرار برنامج إعادة التوطين اللاجئين بأكمله لمدة 120 يوما على الأقل حتى يتم وضع قوانين تدقيق مشددة ويمنع أيضا دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى أو إلى أن يقرر ترامب أن وجودهم لم يعدوا شكل خطرا وأدى القرار إلى منع مسافرين من العديد من دول الشرق الأوسط من الصعود إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة أما من كانوا في الأجواء على متن الطائرات لحظة توقيع ترامب الجمعة الماضية القرار فقد تم احتجازهم عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية وقد شهدت العديد من المطارات التي علق بها المسافرون من الدول المسمولة بالحظر مظاهرات مناهضة للقرار في عدة مدن أمريكية أعتقد أنه من المهم أن نجعل الآخرين من من يتعرضون لهجوم من جانب إدارة ترامب أن يعلموا أننا نسندهم ونحارب من أجلهم وأن أمريكا أفضل من ذلك من جانبها انتقرت الأمم المتحدة قرار ترامب ووصفته بأنه يلحق أضرارا بالمدنيين الفارين من العنف نعتقد أن اللاجئين وطالب اللجوء والمهاجرين بكافة أنواعهم لا ينبغي تصنيفهم على أساس جنسياتهم ولا دياناتهم ولا نوعهم أتفهم أن هناك مشكلات تتعلق بما يحدث في تلك الدول ولكن على مر التاريخ لم يشكل المهاجرون مصدر خطر ولم يتم تسجيل حالات كثيرة لتسلل عناصر خطرة ضمن المهاجرين وهذا ما تم التأكيد منه بعناية خلال سنوات ما يجعلنا نعتقد أن هذا القرار تمييز جائر وغير عادل كما أننا غير راضيين عن التعليق المؤقت لدخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة يأتي ذلك في الوقت الذي دافع فيه ترامب عن الأمر التنفيذي الصادر بالقول بأنه ليس حضرا على دخول المسلمين وبرر هذا الإجراء بالرغبة في مكافحة الإرهابيين المتطرفين على حد قوله وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك السيد ماك شرقاوي الحقوقي والمحلل السياسي سيد ماك بعد التحية قرار المحاكم الفيدرالية أمس بوقف الترحيل من الولايات المتحدة الأمر الذي يتعارض مع القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب كيف ترى قوة الجمعيات الحقوقية في أمريكا للتصدي والوقوف في وجه هذا القرار؟ سيد ماك هل تسمعوني؟ كيفا؟ ألو؟ بنرحب بحضرتك في البداية وسؤالي عن مدى قوة قرار المحاكم الفيدرالية بوقف الترحيل من الولايات المتحدة هذا الأمر الذي يتعارض بالطبع مع القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أي مدى يمكن لهذه الجمعيات الحقوقية أو المحاكم أن تتصدى لقرار ترامب أو تقف في مواجهته؟ أعتقد أن هذا بيعتبر أول طبعة قانونية على وجه ترامب القضية الفيدرالية دونالي في قدينة بوكليم في نيويورك حاكمت بإخلاق سبيل جميع الموقفين ممن قدموا اليوم كلاجئين أو حاصلين على تأشيرات قانونية أو حاصلين على حق الإقامة الدائمة من الولايات المتحدة الأمريكية والقرار يشمل عموم الولايات المتحدة الأمريكية جميع الولايات المتحدة الأمريكية ما فيش شك أن دستوريا منحطها الرئيس أن يصدر قرارات بهذا الشأن بأن يمنع أفراده من دول معينة للأمور الأمنية فقط ولكن قد صعب الأمر عن نفسه دونالد ترامب لم يستطيع أن يحفظ لتانه ففي مقابلة مع تليفزيون مسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية ذكر أنه سوف يستثني المسيحيين من ذلك الأمر لأن من الصدم الآن بقى بعدم دستورية لهذا القرار لأنه يفرق بين الناس على أساس الدين وليس على أساس الدول الأمريكية ما فيش شك كمان أن من حصل على حق الإقامة الدائمة الجرينكارد وذهب لزيارة أهلي في ذلك الدول ويرجع مرة أخرى للمتحدة الأمريكية فيمنع من الدخول ويقبض عليه ويحتاجز بالمطار أمور غريبة جداً التفت عليها جماعيات الحقوقية في الولايات الأمريكية وأيضاً التفت المواطنين الأمريكان من البيانة اليهودية ومن البيانة المسيحية ومن المسلمين وتدفقه على جميع مطارات أمريكا مش بس في نيوركو مش بس في سان فرانسيسكو في جميع مطارات أمريكا في مظاهرات وفي بعض المطارات في سياسة واشنطن هناك مجموعة أشبه بأن تكون قد احتلت المطار لكي تثبت للسلطات أن هناك رد فعل عنيف من المواطنين إذا هذه القرارات غير مسؤولة من الرئيس الأمريكي أعتقد أن التفريق بين المواطنين على أساس الدين وعلى أساس العرب أعتقد أنه لا يتصفق أبداً مع مبادئ الولايات المتحدة الأمريكية ومع قامت عليها هذه الدولة وهي دولة مهاجرين على الأساس طب إلى أي مدى مواقف وتصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بالفعل تهدد وتنمس صورة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه النقطة تحديداً أعتقد على الشأن الداخلي نظراً للتصعيد الذي يفعله الرئيس ترامب الآن في المجتمع فده بدأ يحرك بعض مشاعر العداء ضد المسلمين داخل الممتحدة الأمريكية والنهاردة فجر اليوم كان هناك إحراق لمسجد في مدينة فيكتوريا في تكسس فإشعال هذا الروح العدائية ولكنها تحرك أيضاً في نفس الوقت سيد ماك العديد من المظاهرات المناهضة لهذه السياسات والمواقف والإجراءات من قبل الرئيس الأمريكي ما فيش شك أن المواطن الأمريكي مواطن ذكي والمواطن الأمريكي يعرف جيداً حفوقه وأن إذا كان الرئيس الأمريكي اليوم يفعله هكذا مع المهاجرين وماذا يفعله في الغد مع المواطنين ما فيه نوع من عدم القبول لهذه القرارات والتوسع في اتخاذ قراراته الرئاسية إدارة الرئيس لينتون لم تتخذ قرار رئاسي بواحدة بدايتها إدارة الرئيس أوباما اتخذت بعض القرارات لا تتعدى الخمس قرارات النهاردة احنا بنتكلم ما بين ميموراندوم وما بين أكشنز بقرارات رئاسية المعتاشة بقرارات أول أسبوع فده بيتعدى سلطاته كرئيس للدولة لأن هناك فصل بين السلطات الزر القوانين هو من دور مجلس التشريعي الكونجرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي من يوزر القوانين الرئيس الأمريكي يتدخل في حالة الضرورة القصوى ولكن أن يفعل كل ما يريده بقرارات رئاسية بقرارات تنفيذية يصدرها أعتقد أنه حيصطدم قريبا جدا مع المجلس التشريعي الكونجرس ومجلس الشيوخ نعم شكرا جزيلا سيد مك شرقوي المحلل السياسي كنت معنا من نيويوك وفي سياق متصل أعربى مواطنون يمنيون عن رفضهم لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الهجرة التي تعني أنهم لن يكون بمقدورهم دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما بالنسبة للسفر اليمنيين لأمريكا نحن لسنا بحاجة لأمريكا يكبوا عننا أداهم ونستثمر في بلادنا وخيراتنا موجودة وهم اللي يجوهم لا عندنا يدوروا مننا أنه يستثمروا في أرضنا لا تستقرب على ترامب أو من قبله أو اللي يجي بعده أنه هم من مشكلة واحدة وكلامهم واحد ولكن فرض عينا للحصارة فإحنا ما عاد حتى ما نشتين ندخل بلادهم بلادهم ما نشتين ندخلها هم نشتين نشتين فقط منهم حاجة واحدة يقولوا لنا هل هم الكلام وشعار الحرية اللي يرفعوا في أمريكا هل هو صدق أو لا غلط تمت هذه الإقراءات فإن هناك نوع من ما يجعل أمريكا دولة متوحشة وسوف قد يأتي بنتائج عكسية عكس ما هو مرجو من هذه الدولة العظمى دولة أمريكا التي لها احترام لكل الحقوقية وهذا القرار أيضا سوف يضفي بطابع خاص على المسلمين أي أن هؤلاء الإرهاب هم المسلمون بالذات هذا وقد أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا مي قد لا توافق على الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سفر رعاية دول ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة مؤكدة أنها ستتدخل إذا طالت هذه القيود مواطنين بريطانيين جاء موقف رئيسة الوزراء بعد إعلان النائب البريطاني عن حزب المحافظين نجيم زهاوي أنه رغم جنسياته البريطانية فهو ممنوع من الصفر إلى الولايات المتحدة بموجب حظر الصفر الذي فرضه ترامب وذلك بسبب أصوله العراقية أعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تمثل خطوة أولى مهمة على طريق تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين كان الكراملين قال من جهته في بيان عقب المكالمة أن بوتين وترامب اتفقا على إقامة علاقات ندية وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب وإقامة تنصيق فعلي ضد تنظيم داعش في سوريا قتل 57 شخصا بينهم 16 مدنيا في هجوم جوي يرجح أنه أمريكي استهدف فجر اليوم مجموعة منازل في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية وذلك حسب ما أفد مسؤول محلي وهذه أول غارة تستهدف ما يعرف بقاعدة الجهاد في جزيرة العرب فرع تنظيم القاعدة في اليمن الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم في العالم منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عدن الصحفي ياسر اليافع سيد ياسر غارات متعددة لقوات التحالف العربي وهجمات للجيش اليمني السؤال هنا أهم ما أصفرت عنه حتى هذه اللحظة أو الآن أهم المعارك الآن هي حاليا تدور لتأمين مدينة المحا وبطع المدارة بين المحا ومدينة الحدادة طبعا المحا والحدادة كل كله الغربية نجحت قوات الجيش في سعادة المدينة ويحاليا تنشيط ما تبقى محوثين فيها تظهر الحديث عن مدينة المحا كان كثيرا وهي مهمة جدا للتحالف وأعتقد الحوتيين سيد ياسر تفضل بالإبابة لأن هناك الآن معارك في منطقة ميدي أو الجيش الأخرى القربية لمحافظة الحدادة بحيث من متوقف نعم سيد ياسر تفضل فيما يخص سير المعارك حاليا هنا ترقب كبير لبدء معارك التحرير محافظة الحديثة آخر المواطع الهامة للشوشيين والصالح هناك احتمالية عن انزال بحري بحكم سيطرة قوات التحالف والمغاومة على المخا بالإضافة إلى تحريك الجمع الغربي الأخرى وهي جبت نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال سيد ياسر اليافعي الصحفي من عدن شكرا جزيلا لك قتزامنا قتل أكثر من 95 شخصا من الميليشيات الحوثية وقوات صالح في مواجهات مع القوات اليمنية وغارات التحالف العربي وقصف لمروحيات الأباتشي شمال مدينة المخا ومحيط معسكر خالد غربي محافظة تعز وقد استهدفت طائرات التحالف العربي مركبات عسكرية وتجمعات للحوثيين على امتداد السحل الرابط بين مدينة المخا ومدينة الهوخة التابعة لمحافظة الحديدة في غدون ذلك تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على كمية من الأسلحة بما ذلك صواريخ حرارية من مواقع الحوثيين في معسكر خالد وجبل النار شرق المخا وقع رئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنح الجيش مهلة 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم داعش ليفيا بذلك بأحد الوعود الرئيسية في حملته الانتخابية وينص الأمر التنفيذي على أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى الكوات المسلحة في غدون 30 يوما استراتيجية شاملة وخطط لهزيمة التنظيم الإرهابي كما يدعو الأمر التنفيذي إلى أعداد قائمة بالمقترحات الرامية تكفيف منابع تمويل الإرهابيين وطلب من وزير الدفاع تحديد شركاء جدد للتحالف الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا والعراق ترجمة نانسي قنقر إلى سوريا حيث نفذ الطيران الحربي سلسلة غارات جوية على مقارات تنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة دير الزور وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الغارات الجوية استهدفت مواقع تحصن لعناصر التنظيم وتحركاتهم مما أصفر عن سقوط قتلى وجرحة في صفوفهم وتدمير مقارات وأليات مزاود برشاة سقيل تأزامنا أفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات الجيش السوري قضت على عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش ودمرت أسلحتهم برفي دمشق الشرقي وحمص الجنوب الشرقي في الوقت نفسه تمكنت قوات الجيش السوري من التقدم لمسافة سبعة كيلو مترات من مدينة الباب الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وتتعرض مدينة الباب إلى هجوم كثيف منذ أسابيع حيث تشن المقاتلات التركية والروسية والسورية غارات على المدينة ومحيطها وتشن الكوات التركية غارات جوية منظمة على المدينة لدعم الهجوم البري الذي شنه ضد الأراضي السورية منذ أغسطس الماضي ويستهدف مقتل تنظيم الداعش والمقاتلين الأكراد في غضون ذلك انضم عدد من الفصائل السورية المعارضة المسلحة إلى ما يعرف بجبهة فتح الشام بعد أيام من الاشتباكات بين الجبهة التي كانت تعرف في السابق بجبهة النصرة وفصائل مسلحة منوية وقد أعلنت جبهة فتح الشام الدمجة الكامل لأربعة فصائل في تحالف أطلق عليه تحرير الشام ويأتي تشكيل هذا التحالف بعد أيام من انضمام عدد من الفصائل المسلحة إلى حركة أحرار الشام في إطار المعارك غير المسبوقة بين هذه الفصائل وجبهة فتح الشام في خطوة من شأنها أن تعزز الشرخ بين الطرفين الحليفين المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلان في جامعة دمشق دكتور إبراهيم بعد التحية تقدم قوات الجيش إلى مسافة سبعة كيلومترات من مدينة البابة الشمالية هل ينذر بأي شكل من الأشكال بقرب السيطرة على المدينة؟ يعني بطلقة الحالة الجيش العربي السوري يعني من أجل استعادة هذه المنطقة إلى الأراضي السورية وطرد من يحتله الآن من المجموعات الأرهابية المختلفة تحت رعاية تركية لذلك يعتقد أن الجيش العربي السوري سيبذل الجمهور من أجل استعادة تلك المنطقة لأن هذه المنطقة بالذات تصدق بها تركية كمنطقة التنفوذة في المستقبلين وهي تعمل بهذا التجاه لذلك دخول الجيش العربي السوري ستحرين تحريزها وليس يقفع فيها وليس يقفع على الجزء الغاري على السورة ولا يسمح به نعم نعم دكتور إبراهيم في ظل هذه الأنباء المتعلقة بالمعارك بيأتي خبر الدمج الكامل لأربعة فصائل مسلحة في تحالف كيف ترى هذه الأنباء وتأثرها على الواقع الميداني الصفحة يعني كان حتى في أسطنة لقاء أسطنة كان هناك متعدد حسي وإجراني وعدد من الدول المساركة يكون هناك حرز بينما يشارك في أسطنة والنسبوعات الارهابية الهمتجة إلى القاعدة وبطريقة الحال بما أن النصر هي منظم إرهابي وفق من عائل الدولية لذلك يتزوجها هذا الصدام بينها وبين الشيش الإسلام الذي مثله في محمد علوش في أسطنة لذلك أعتقد أنه يستحيل الاستمرار بالتحالف مع هؤلاء وبنفس الوقت أن يكون لهم مكان في الحل السياسي لذلك أنا بتقبيري هذا هو السبب الرئيسي يعني أدوصها ومن نضم إليها يرفضون أي حل السياسي ويرفضون أي تعاون مع تلك القوى التي ارتبطت أن يكون هناك حل السياسي ومشارك لها في الحياة السياسية السورية لذلك هذا هو الجوهر في الخلافات ويجب أن يكون هناك حوالي نقرأ ببريد الحال بالتأكيد شكرا وضحت الفكرة شكرا جزيلا الدكتور إبراهيم زعير أستاذ الإعلام في جامعة دمشق ونشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد قليل استشهاد شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة اشتركوا في القناة انشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة في ختام مؤتمر الشباب بأسوان الرئيس يقرر إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد واستبعاد منطقة خورقندي في النوبة من مشروع شركة الريف المصري احتجاجاتهم على خلفية قراري تعليق دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة والقضاء الأمريكي يصدر أحكاما بمنع ترحيل عالقينة في المطارات نحو ستين قتيلا بينهم مدنيون في هجوم جوي أمريكي استهدف عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم داعش باليمن وما هو قادم أخبار الاقتصاد أخبار المال والأعمال تقدمها لنا ميرفاة المليجي إليك شكرا نانرمين ودينا وأهلا بكم مشاهدين وهذه الوقفة الاقتصادية لبانوراما النيل وأبرز ما فيها وزير البترول لا يؤكد أن الوزارة تستهدف زيادة طاقات معامل التكرير إلى 41 مليون طن من الزيت الخام سنويا لتأمين مدادات الطاقة وأدف خطط التنمية أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل حيث سرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأن الوزارة تستهدف زيادة طاقات معامل التكرير المصرية إلى 41 مليون طن من الزيت الخام سنويا ولفت المل إلى أن مشروعات التكرير الجديدة تمثل عنصرا رئيسيا في استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للبلاد للوفاء باحتياجات المواطنين وأيضا دفع خطط التنمية وقد شدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات معامل التكرير القائمة وزيادة القيمة المضافة منها ومراعاة تنفيذ المشروعات وتشغيلها بناء على الأسس الاقتصادية السليمة وإلى أسواق المال حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا خلال تعاملات اليوم مستهل تدولات الأسبوع وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب وقد ربح رأس المال السوقية لأسهم الشركات المقادة بالسوق نحو مليارين ونصف المليار جنيه ليسجل ستمائة وواحد وثلاثين مليار جنيه وذلك وسط تدولات بلغت نحو ثلاثمائة وأربع وثمانين مليون جنيه وفي سياق متصل قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إن طرح أسهم شركات كبيرة بالبرصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيساعد على زيادة الوزن النسبي للسوق المصرية بالمؤشرات الدولية ما سيؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وأوضح سامي أن سوق المال تفاعلت بقوة مع قرار تحليل سعر الصرف في نوفمبر ماضي حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقايدة بالبرصة في الشهرين الأخيرين من العام المالي الماضي بنسبة ست واربعين بالمئة ليصل لنحو ستمائة واثنين مليار جنيه أعلن المهندس طارق قبيل وزير التجارة وصناعة نجاح جهود المكتب التجاري المصري في موسكو في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية الجديدة بقيمة 47 مليون ونصف المليون دولار خلال الخمسة أشهر الماضية وأضف قبيل أنه تم توفير أكثر من 44 فرصة تصديرية للشركات المصرية بقيمة تقدرية تبلغ نحو 60 مليون دولار في مجالات مختلفة وأشر إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطرية قد سمحت بدخول الصادرات المصرية من البطاطس لروسيا الاتحادية وذلك اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي وهو ما ساهم في الحفاظ على معدلات الصادرات المصرية للأسواق الروسية من السلع الزراعية والتي تصل إلى 250 مليون دولار قال رئيس المكتب المجلس التصديري للكتب والمصنفات أحمد هلال أن المجلس يستهدف خلال العام الحالي زيادة حجم صادراته بنحو 15% مشيرا إلى أن حجم صادرات القطاع قد بلغ 19 مليون دولار خلال العام الماضي وأرجع هلال انخفاض حجم صادرات القطاع إلى خسارة الكثير من الأسواق العربية نتيجة للتوترات السياسية في تلك المناطق فضلا عن عملية تزوير الكتب والتي تكبد القطاع خسائر باهظة بسببها وأوضح هلال أن تحرير سعر الصرف عمل على رفع مستلزمات الانتاج مطالبا بضرورة دعم القطاع على غرار كثير من الدول كنجلترا والصين والهند أعلن وزير التموين محمد علي مصلحي أنه تم زيادة الأرصيدة من الماشية السودانية لتصل إلى 72 ألف رأس وزيادة معدلات الذبح اليومية لتصل إلى 300 رأس بدلا من 250 رأسا في مجزري أبو سنبل والغردقة وأكد من صلحي خلال جولته بمجزر الشركة المصرية للحوم والدواج بالبساتين أن السيارات تقوم بنقل اللحوم يوميا لطرحها من خلال 3000 منفز على مستوى الجمهورية بسعر 75 جنيها للكيلو وهو بما يقل 35 جنيها في الكيلو عن الأسواق الخارجية وأشار من صلحي لأنه تم تنويع مصادر استراد اللحوم والماشية بالتنصيق مع عدد من الدول الأفريقية الأخرى بهدف الحصول على أفضل الأسعار والمواصفات أعلن رئيس وزراء تركيا أن بلاده سوف توقع اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبية تصريحات الرئيس الوزراء جاءت على هامش المؤتمر الصحفي مع نظراته البريطانية تريزامي التي تزور تركيا حاليا كما شهدت الزيارة توقيع البلدين على اتفاقية عسكرية بهدف تطوير مقاتلة تركية بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه استرليني نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة للزملاء لاستكمال ما تبقى من فانوراما النيل إليكم شكرا لك ميرفت استشهد فلسطيني وجرح خمسة آخرون برصاص جنود إسرائيليين في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقد صرح ناطقهم باسم الجيش الإسرائيلي أن خلال المواجهات بين الطرفين فتح الجنود النارة في المخيم كما أكد أنه لم يصب أي جندي إسرائيلي بأذع يتنافس اليوم بون وأمون ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من الاقتراع التمهيدي الذي يجريه الحزب الاشتراكي الفرنسي لاختيار مرشح في الانتخابات الرئاسية والتي ستجري في شهر مايو المقبل وكان أمون قد حصل في الدورة الأولى والتي جرت في يناير الجاري على 36% من الأصوات مقابل 31.5% لفلس وأيا كان الفائز سيأتي في المرتبة الأخيرة خلال الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوين والمحافظ فرانسوا فيان وكذلك الوزير اليساري السابق الذي انتقل إلى الوسط إيمانويل مكران ومرشح اليسار المتطرف جون وين ميلانشان بحسب استطلاعات الرأي أعلن رجال خفر السواحل الماليزيين فقدان مركب على متنه 31 شخصا بينهم 28 سائحا صينيا أثناء إبحاره قبلة الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو وقالت تقارير صحفية أن المركب الذي يقل 28 سائحا صينيا وطاقما من ثلاثة أشخاص كان متجها إلى جزيرة تبعد حوالي 60 كيلو مترا إلى الغرب من كونة كينالو وعاصمة ولاية صنباح الشرقية أخبار رياضة والملاعب هي محطاتنا التالية في بانوراناني ومع إيمان الشيخ تفضل إيمان المهم لا شك فيه اليوم مصر والمغرب في كمة الجبع نعم لقاء ودائما الختام عنوين الأخبار إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات العامة في ختام مؤتمر الشباب بأسوان الرئيس السيسي يقرر إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد واستبعاد منطقة خوركنزيم في النوبة من مشروع شركة الريف المصري احتجاجات على خلفية قرار تعليق دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة والقضاء الأمريكي يصدر أحكاما بمنع ترحيل علقين في المطارات نحو ستين قاتلا بينهم مدنيون في هجوم جوي أمريكي استهدف عناصر يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة باليمن نهاية العنوين نهاية فانوراما النيل إلى اللقاء